اتضح ان في سكريبت وناصت اللي بتطلع عليها ما بتتفرقش أصلا ولا تعرف ايه اللي بيحصل في الدوري يقول لك كلس مبرجي أهلاوي الاهلي بيكسب بالحكام الاهلي كسب بضرب الجزاء الأمور كاشفة لكان فيه ضرب الجزاء ولا كلس مبرجي أهلاوي ولا اسمعا اللاوي ولا التحداوي ده فيه جزء عليه على كلس مبرجي عليها لك ودلوقتي عشان الناس بتقول لك ايه أصلك كلس مبرجي مع الاهلي مع الاهلي فين؟ طيب ماتش المحلة طلع وانتقد الحكم الـ VR محمود باسيوني وقال إنه متدخل في لعبات غلط ده ماركت لاتنبرج طيب فماتش فيوتشار عمل ايه؟ معارضش لعبة عالي معلول اللي كان فيها ضرب الجزاء معارضش الكرت الأحمر اللي كان موجود لأحد لعابي خطه وسط فريب فيوتشار واعتمد على الحالات اللي جايله من تامر دوري أنا بقول بالإسم تامر دوري مسؤول تقنية الـ VR في اللجنة هو اللي بيقطع لحالته بيديها لماركت لاتنبرج طب هو رئيس اللجنة بتفرجش على الماتشاط ليه؟ هو أول ما جاه راح حضر الماتشاط في السادس السلام بعد كده اختفى ما ظهرش لا بيتفرج على الماتشاط ولا اللي يدخل بالتعينات والله العظيم من مصلحة النادي الأهلي ومن مصلحة التحكيم في مصر يجي خبير أجنبي تاني مش ماركت لاتنبرج تحديدا في الفترة الحالية وعضاء اتحاد الكورة أساسا مش فرق معهم إيه اللي بيحصل في اللجنة طالما فيه خبير أجنبي معي حاجة هتحصل لقولك من أجاب لك واحد أجنبي هو أنا عامل لك أكثر من كده لا عايزين حد أجنبي عايزين حد أجنبي بجد بس مش ماركت لاتنبرج لأن اللي بيحصل في ملف التحكيم الأهلي يتعرض لأخطاء تحكمية أكتر من اللي بتحصل دلوقتي وكلكم براح شوفتوا ماتش فارقوا لولا الهدف اللي أحرازه محمد شريك كم ممكن الأهلي يخرج بتعادل بسبب بعض الأخطاء التحكمية آه على المستوى الفني فيه كلام هنقوله أكيد إحنا مش هنحط رأسنا في الرمل ونقول إحنا فنان على أعلى مستوى والتحكيم بس هو اللي بيخسرنا نقطة لأ عندنا نقاط فنية أكيد هنتكلم فيها لكن في نفس الوقت الديني حقي ماركت لاتنبرج للناس بتتشدق به إنه هو مع الأهلي لا إحنا أكتر ناس شايفين إنه هو مش قاين بدوره وأنا بطالب اتحاد الكورة لو عايزين تطوروا منظومة التحكيم روحوا هاتوا ناجل جويني شوفوا الرجل ده عمل إيه في التحكيم القطري خلال الكم سنة اللي فاتوا ناجل جويني أكتر واحد ممكن يفيد التحكيم المصري خلال الفترة اللي جاية أهو أنا مش بقول بقى يجي حد مصري لا بالعكس بنفس التجربة خبير أجنبي بس يجي خبير أجنبي بجد يا جماعة إمبارح التعينات والله الرجل ما يعرف عنها حاجة الحالات التحكمية والله ما بيتفرج على مطشات تامير دوري عشان حط ناس في الفار غلط وحصلت مشكلة في مطش فيوتشر قطع الحالات والدار والحاجات اللي على ماذاك والحاجات اللي مش على ماذاك وخلاص مش موجود عشان جدت لاي ماركي كلادينبرجي يقولك أطفق 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 وهو حكم اللي بيعين حكم الـ VR هو اللي بيعطع الحالات وبيتهاله فلازم ماركي كلادينبرجي يقولك تفق فبالتالي يحصل ان التعيين بتاع حكم الـ VR من لجمة الحكام سليم يعني تامير دوري تعيناته سليمة محمد فاروق تعيناته سليمة أيمن دي جيش تعيناته سليمة فين وفين لما بتلاقي اختلاف لكن الحالات الجدلية اللي بتبقى واضح فيها ضرب الجزاء ما بيتمش اللي استعانى برأي ماركي كلادينبرجي ليه لانه ما شافش المطش بنتقطع له حالات معاناة وبتروح فبالتالي هل ده يبقى في صلاح التحكيم رقم واحد مش في صلاح التحكيم رقم اتنين الاهلي اكتر من هذا هيتظلم اخر 3 ماتشات محلة فيوتشر فارقو شوفوا كم من اخطايا التحكيمية بتكلم في ضربتين 3 ضربات جزاء هدفين اتلقوا بسبب الوف سايت ضرب الجزاء ما تحسبتش ضرب الجزاء بجد ماتش فيوتشر مش ماتش فارقو سبكم الدحك اللي اتقال يعني ماتش فيوتشر مش ماتش فارقو وبالتالي لان رجل اهلاوي بس هو المنافس عايز يعمل ضغط على الحكام بس الاسكريبت تكشف حظك بق انت ما شفتش الماتش وما رجعتش اللي جايلك فانت تكشفت هتطلع تتكلم على التحكيم تاني تقول ايه تاني خلاص اللي لك كشفت ولكن والله يصدقوني من بصلحة التحكيم يجي حد اجنابي تاني وابرزهم انا شايفه حاليا ناجل جويني راجل حكم تونسي راح كسع على مرتين ليه تجرب عديدة جدا في الاتحاد العربي والاتحاد الافريق والاتحاد الدولي حاليا موجود في قطر عامل طفرة كبيرة في التحكيم القطري ويشتغل مع حكام مصريين كتير وعارفينه لو جاي مش محتاج لسه يشوف ومحتاج ايه ويعرف مين ويتعلم ايه لا 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 هيجي يخش المطبخ رطوله بيشتغل بجد يعمل محاضرات نظرية يعمل تدريبات عملية للحكام يعرف عين الحكام يعمل كل شيء لكن احنا كده اللي بيحصل في ملف التحكيم بصراحة اسمه هزار وفيه ناس بتستغل الهزار ده وبتقدم ضحك ما هي بقت كده اللي بيحصل في الملف ده هزار وفيه ناس بتستغل الهزار ده وبتقدم ضحك بس سبحان الله زي ما قلتلكم خلاص الموضوع اتكشف فبالتالي لاختاية التحكمية لفترة الجاية انا ما توقع تبقى اكتر واكتر بس اعلام المنافس بقى يشوف له حاجة تانية يعني يتكلم في سكة تانية يبعد عن الحالات التحكمية لان خلاص الموضوع بقى واضح ومكشوف قوي يعني بصراحة يعني معرفش الموضوع بقى عالي قوي قوي يعني القصة بقيت عالية قوي عند الناس بصراحة طيب دي جزئية